وانا بنتكلم عن الجماهير كان فيه لقطات بالنسبة لي او لقطة واكيد كابتن هيسم يعني هيشاركني فيها فكرة لقطة زوي الهمم اللي كانوا متواجدين في الاستاذ مبارح بعد مرات الاتحادة كابتن هيسم بنتين في منتهى الجمال وحب النادي الاهلي وواضح عليهم بشكل كبير وطبعا زميلنا فاروق صلاح عمل معهم حوار اكثر من رائع واعتقد هي دي قيمة الجمهيرة كابتن والاجل ذلك تلعب كرة القطم يمكن يعني الرياضة بشكل عام وكرة القطم بشكل خاص تحمل الكثير من المعاني السامية وطبعا بيكون يعني لها تأثير كبير صورة زي دي الحقيقة يعني أب بيصطحب ابنتاه لأرض الملعب يعني ارتدينا الاتنين اتشارة النادي الاهلي في مباراة مهمة يمكن كان أكبر دليل على حب وعشق الكيان وطبعا كابتن محمود الخطيب يعني الحقيقة حرس على استقبالهم وان شاء الله أكيد هيكونوا في النادي الاهلي قريبا أكيد يعني بتوقع ذلك ومش بس كده يعني لفتة جميلة ولفتة الحقيقة بتثري يعني الروح الجميلة ما بين الجماهير وتعلق الجماهير بالنادي الاهلي الحقيقة تعلق كبير وهو ده اللي بيخلي النادي الاهلي دايما متمسك بحضور جماهيره في الملعب يمكن ممكن ربنا يكرمك في مباراة من أجل يعني مسندة يعني أسرة زي دي أكيد ما في الشك ويمكن ده برضو يخلينا نبص على اللي جاي اللي جاي طبعا محتاجين جماهير وفيه أكتر وعندنا مباراة الدولة زي ما أنت قلت عدد الجماهير مش بالكثافة الكبيرة ولكن بداية جيدة لا أنا عايز أقولك كمان حاجة للرحلة اللي خدها الأب مع البنتين أولا هم من الشرقية وتقريبا الطريق للإستاد بياخد حوالي ساعتين ونص نعم زهاب بس يعني هم جايين للإستاد قاعدوا ساعتين ونص هم جوم للإستاد على مرتين في نهار رمضان طبعا ما كانوش قادرين يعني يحجزوا التذكرة ومش عارفين يدخلوا إزاي فالأب باستحب بنتي معاه وراح قابل يعني رجال الشرطة الأفاضل وقدروا الحالة ووعدوا أن تقدر إن شاء الله وقت بداية المباراة هنحاول إننا ندخلك وإنت تواجد داخل أرض الملعب وتقديرا يعني للبنتين من زاوي الهمم وإن دي رغبتهم الحقيقة عايزين يحضروا أول مرة مباراة للإهلي فيرجع الأب مرة تانية يفطر في الشرقية وبسرعة جدا يروح لملعب المباراة ويحضر ملعب المباراة فبالتالي كان لفتة طيبة جدا من الكابت المحمول خطيب إن هو يلبي أمنية البنتين وهو الأب يعني ربنا يبرك فيه عنده بنتين يعني غيرهم نفس الحالة من زاوي الهمم وهم عايزين يحضروا تدريب للنادي الآلي ويقابلوا الكابتن حمول خطيب والكابتن حمول خطيب أوصوا بذلك كعادتوا دايما مع الحالات اللي زي دي ومع زاوي الهمم لأن الكابتن حمول خطيب يعني إنسان بيتواجد دايما في الحالات الإنسانية دي بشكل مهم جدا وأنا يعني بطالب يكون فيه استقبال من اللعيبي وانجو من النادي الآلي للبنتين وللأب بشكل مهم جدا اكيد ده يحصل في صاحبها نتوفيق